السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد على قناة عيد أكاديمي اليوتيوب في السنة الأخيرة عمل تحتسات كثير جدا وتطورات كثيرة جدا وده كله بسبب المنافسة الشديدة بينه وبين تطبيق التيك توك وآخر ميزة نزلت لليوتيوب في الميزات المتتلية وراء بعدها هي ميزة ان انت ممكن تنشئ إعلان من داخل ستوديو اليوتيوب نفسه يعني من داخل لوحة التحكم نحن بنشر فيها المحتوى بنشوفها التحليلات والكلام ده كله على القناة بتاعتك هتلاقي الميزة دي موجودة اللي انت تعمل إعلان بمنتهى السهولة من غير ما انت تحتاج تروح على إعلانات جوجل وتنشئ حساب على إعلانات جوجل وتعمل حملات طروجية للفيديو هناك لا انت بمنتهى السهولة هتبقى تقدر تعمل إعلان لأي فيديو على القناة عندك من خلال لوحة التحكم مباشرة بدون كل الخطوات ديت وهتبقى ميزة الفيديوهات ديت ان انت مثلا لو محتاج تزود المشاهدات على فيديو ممكن تكون لسه بنزله جديد او فيديو مثلا عليه تفاعل محتاج انت تزود التفاعل عليه اكتر او حتى ان انت عاوز تزود عدد المشتركين على القناة من خلال الفيديو دوت او من خلال الترويج للفيديو ده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله عملي وشرح عملي على القناة عندي بإذن الله بس نحب نوضح ان الميزة دي ما زالت ميزة تجربية يعني تحت التجربة ومش متاحة في كل القناوات يعني انا عندي كذا قناة عن اليوتيوب بس تقريبا دي قناة الوحيدة اللي هي قناة تعتعد اكاديمي عشان يمكن قناة دي ما شوية هي دي قناة الوحيدة اللي ضفوا لي عليها ميزة الاعلانات التروجية فبعض الناس هتلاقي الميزة دي متفعالة وبعض الناس هتلاقي الميزة دي لسه ان شاء الله ممكن تنزل لهم في المستقبل احنا هنشرح شرح عملي دلوقتي ونبين شكل الاعلان بعمل ازاي وازاي نحن نعمل الاعلان دوت لو موجود عندك متفعالة الميزة ديت ونوضح ايه الفرق بين الاعلانات المباشرة والميزة الجديدة دي على اليوتيوب والفرق بينها وبين الاعلانات اللي ممكن تتعامل من خلال منصة جوجل اعلانية او من خلال الجوجل ادز خطوة بخطوة وشرح تفصيلي بإذن الله خليكم معايا لآخر الفيديو ده عشان يبقى فيه كلام مفيد جدا وهنستفيد منه بإذن الله في معلومة جديدة على قناة عيد أكاديمي ونشوفكم بعد الفاصل والشرح كامل إن شاء الله طيب عشان نلاقي الميزة الجديدة اللي هي ميزة إعلانات التروجية لو روحت على لوحة التحكم في القناة عندك وفتحتها زي ما أنا فاتح كده لوحة التحكم بتاعة القناة عندي وروحت على التاب أو التابويب اللي هو مكتوب عليه المحتوى هنلاقي إن في ميزة جديدة انضافة هنا ومكتوب جنبها ميزة تجربية هي ميزة الإعلانات التروجية لو ضغطت عليها طبعا إنت لو ضغطت عليها ولسه أول مرة تفعلها مش هيظهر عندك طبعا فيديوهات زي ما هو ظاهر عندي هنا كده وهتضغط على إعلان التروجي جديد هتظهر عندك صفحة صغيرة زي ما انتوا شايفين بين عليها جدا إنها يعني إن شاء الله خطوات سهلة زي ما انتوا شايفين في الأول هنا في مكتوب فيديو بعلين الاستهداف وبعلين الميزانية اللي بيعمل الكلام ده لأول مرة أو إعلان ترويجي لأول مرة هتبقى فيه عنده خطوة زيادة هنا إن هو هيقولك لو أنت عندك حساب إعلاني على جوجل أو أكتر من حساب هتختار الحساب الإعلاني اللي انت عاوز تربط معاه الإعلانات اللي انت هتعملها من داخل اللي واحد تتحكم هنا طبعا الخطوة دي أنا عديت عليها فعشان كده مش حارف أشرحها هنا ووضحها للأسف برضو معديش قناة تانية ممكن أني أشرح عليها للخطوة دي بس دي خطوة بس دي خطوة بس دي خطوة وسهلة جدا ولو ما عندكش حساب إعلاني على إعلانات جوجل حيجي لك خيار إن انت ممكن تنشئ حساب إعلاني بس هيطلب منك إن انت تنضيف الفيزا وطريقة الدفع اللي هتتخصم منك وتختار العملة اللي انت عاوز تدفع بها طيب أول خطوة خالص لاختيار الفيديو اللي أنا عاوز أعمله إعلان لو جيت دغطت على كلمة إضافة هنا هيتظهر لي قنوات اللي موجودة في الفيديو عندي إما هعمل بحث عن التايتل أو العنوان بتاع الفيديو اللي أنا عاوزه أو هختار من اللي موجودة عندي هنا أنا على سبيل المثال هختار مثلا الفيديو دوت عشان نجرب بس عليه بعد ما هضغط عليه هيجيب لك شكل الإعلان هيظهر إزاي على اليوتيوب زي ما انتوا شايفين كده طبعا هناك مكتوب عنوان الفيديو الطبيعي والثمن اللي بتاعته وهنا مكتوب كلمة الاشتراك ودي ميزة جميلة جدا اللي هيضغط على كلمة الاشتراك دي مباشرة حيشترك على القناة بتاعتك فلذلك انت ممكن تعمل ترويج أو تعمل حمل إعلانية على فيديو تكون مثلا بتقول انت بتقدم دورة مجانية بتقدم شارف شرح مجاني لحاجة معينة بتشرح حاجة فيها ميزة فاللي هيشوف الإعلان بتاعك إن شاء الله هيضغط على الاشتراك وهيجيلك عدد مشتركين وتزود عدد المشتركين في القناة عندك لو ما ضغطش على كلمة الاشتراك وضغط على الفيديو نفسه على الصورة أو على العنوان بتاع الفيديو فهو هيروح يتفرج على الفيديو هيزود لك ساعتها عدد المشاهدات على الفيديو دوت وساعتها هيبقى ليه الخيار إن هو يشترك أو ما يشتركش في القناة عندك لكن طبعاً الزر ظاهر من الأول خالص زر الاشتراك زي ما انتو شايفين فده بيدي فرصة كويسة جداً إن فيه ويكون فيه زيادة على المشتركين طبعاً بقى فيه خيار هنا بيقولك تعديل عنوان الإعلان الترويجي ووصفه إن أنا ممكن أغيق الكلام المكتوب دوت ممكن أغيره وعدل عليه بدل عنوان الفيديو الأساسي دوت لأنا ممكن أشيل العنوان دوت وحط عنوان مختلف وكذلك في الوصف بتاع الإعلان بدل ما هي كلمة عيد أكاديمي اللي مكتوبة هنا أنا ممكن أحط كلمة تانية وليكن مثلاً اشترك بالقناة مثلاً أو هسيبه زي ما هو مكتوب عنوان القناة فيها طيب لو دراتنا بعد كده بقى على التالي زي ما قلت لك حتة هبقى فيها عندك خطوة هي مش موجودة عندنا اللي هي خطوة الربط بالحساب الإعلاني أو إنشاء حساب إعلاني جديد على جوجل هنا الخيارات بسيطة جداً ما فيش خيارات كتير بس يخدوا بالكم الحتة دي بقولك إيه سيتم عرض الفيديو الدعائي لمشاهدين مشابهين لمشاهدي قناتك أو لمستخدمين يشاهدون أو يبحثون عن محتوى مشابه لمحتوى قناتك طبعاً اللي استخدم إعلانات جوجل وبيعمل حملات الفيديو من عن طريق المنصة بتاعة جوجل إعلانية هلاقي أن هناك بيبقى عنده خيارات في الاستهداف بيختار الأعمار بيختار الاهتمامات بيختار مشاهدي حتى قنوات معينة فالاستهداف واسع جداً إنما هنا اليوتيوب هو اللي حيشوف يعني يظهر إعلانك لناس اهتماماتهم نفس اهتمامات الناس المتابعين للقناة بتاعتك وكذلك أعمارهم ومثلاً الزكور والإناس فهو هيشوف خصائص الجمهور اللي ينتابع القناة بتاعتك وحيظهر إعلانك لناس مشابهة للجمهور دوت في الخصائص بتاعته ودي ميزة برضو بتسهل كتير على الناس اللي معنداش خبرة في عمل الإعلانات على منصة جوجل إعلانية إن هم تبقى بيسيب الأمر متروك لليوتيوب وبيوصلك للجمهور المناسب لك طيب هو بس بيديك خيارات هنا إن انت ممكن تستهدف الدول اللي انت عاوزها فهو هنا يعني ما نعمعرفش صراحة على أي أساس هو اختار الدول ديت عندي يمكن قد تكون الدول دي ناس المتابعين بتوعي مثلا من الدول دي كتير بس أنا حشيه المملكة المتحدة لو أنا مش عاوزها ولو عاوز أضيف أي دولة تانية ولكم مثلا هنفترض منها مثلا الجزائر فأنا حكتب هنا الجزائر وهو وهختارها من الخيارات اللي هتظهر عندي تحت وهضيف الدول اللي أنا عاوزها لو عاوز تختار الناس اللي بتتكلم لغة معينة هتقول مثلا اللغة العربية فإعلانك هيظهر للناس اللي بتتحدث باللغة العربية فقط فهو مديني خيار في الاستهداف الدول أو اللغة وبعد كده بالنسبة الاهتمامات والكلام ده كله فهو هيحددها من عنده لو ضغطت على التالي هيبدأ يقول لك حدد لي الميزانية طبعا أنا هنا العملة طالع عندي بالجنيه المصري لان في الخطوة اللي مظهرتش عندي هنا اللي قلتلكوا عليها ساعتها هتختار العملة اللي انت عاوز يعني تشتغل بها على الاعلانات التروجية عندك وخلاص بتثبت معاك على كده فالرقم اللي طالع ده وقت اللي هو 600 او 600 جنيه دي 600 جنيه بالجنيه المصري طبعا احنا ممكن نغيرها نخليها 100 او 200 او 300 بس هو غالبا بيقول لك يعني ايه 300 جنيه مصري دي يعني دي اقل مبلغ انت ممكن تشتغل بها يعني مثلا حطيتها 100 جنيه عشيه كتاب لك هنا ايه ان اللي اعنات التروجية هتشتاب لغمزيتها الإجمالية 300 جنيه على الاقل غالبا ما يكون ادائها افضل من غيرها فانت برضو عادي دي يعني ده خيار متاح لك في الاخر عاوز تخلي رقم اقل من 300 عاوز تخليه اكتر زي ما انت عايز وبتختار تاريخ الانتهاء بتاع الحملة وطبعا الميزانية او اللي انت حدثتها هنا حتتقسم على يعني احنا مثلا لو قلنا النهارده التاريخ 14-5 فمن 14 ل 29 هنشوف كم يوم هتتقسم الميزانية دي على عدد الايام انا اختار هنا مثلا رقم اهو اختار الى نوع 500 هتليش لك الرسالة ديت اهو هيقولك انت رغيت يوم 29 هتتفصرف حوالي 31 جنيه في اليوم اول ما اضغط على كلمة الترويج خلاص هيبدأ الاعلان انا برضو اضغط وممكن نلغيه بعد كده مش مشكلة هيبدأ ينظر عندي الاعلان هنا وبقولك في انتظار الموافقة لو قفت عليها يقولك تخضع كل الاعلان التاريجية لعملية تحقق سرعة لتأكل من توافقها وتستغرق عادة هذه العملية يوم عمل واحد فقط طيب هنا بقى فيه فيه حتة ملاحظة من اللي انا جربته في الاعلان اللي انا عمله هنا عندي على القناة ان هما بيقولوا لك ان الاعلان بياخد 24 ساعة مراجعة يعني خلال 24 ساعة يخش المراجعة وما يوافق عليه او ما يوافقش عليه لو فيه مخالفة للسياسات وبيقولك حاجة غريبة برضو حاجة مهمة بيقولك ان هو الاعلان عشان يشتغل ممكن ياخد حوالي 3 ايام لو الاعلان خلال 3 ايام ما اشتغلش وبدأت ما تظهرش فيه نتائج ممكن تتواصل مع الدعم الفني عشان يعني تتواصل معهم بخصوص المشكلة ديت وهم يشوفوا ايه المشكلة دي من طرفهم طبعا هي الميزة عشان ميزة تجربية فقد يكون فيها اخطاء وقد يكون فيها مشاكل اكيد طبعا مش في الصورة المثلة بتاعتها وانا على سبيل المثال اعلان المتوفق عليه عندي في القناة اللي هو دلوقتي مكتوب عليه طريقة زيادة متابعين لسناب شات ومكتوب جنبه معروض جمهور محدود المفروض الاعلان ده شغال وبقاله بتاع 4 او 5 ايام بس انا مش شايف عندي الصراحة اي احصاءات فلسه مش عارف ايه المشكلة في الاعلان هل هو فعلا شغال وما ظهرتش الاحصاءات ولا ايه المشكلة بالزبط فغالبا هنتظر عليه كده يومين ونرجع نشوف ممكن نتواصل مع الدعم عشان نعرف ليه الاعلان مش ظاهر عندي فيه يعني اي نتائج رغب ان هو متوافق عليه طيب دلوقتي بقى النقطة التانية هوضح لكم ان دلوقتي بقى فيه فبعض الفروقات لازم نكون منتبهين لها بين ان انا اعمل اعلان عن طريق لوحة التحكم او ان انا هعمل اعلان عن طريق منصة جوجل اعلانية او عن طريق جوجل ادز اولا عن طريق منصة جوجل ادز او اعلانات جوجل انت بقى عندك اكتر من نوع من الاعلان يعني فيه اعلانات اللي هي تظهر مع بداية الفيديوهات اللي هي تاخد بيديك 5 ثواني بعدين ممكن تعمل لها في ذاتي ده نوع من الإعلانات فيه نوع من الإعلانات ثانية اللي worldwide جميعاً يوصل ل 15 ثانية وغير قابل للتخطي في نوع ثاني من الإعلانات إلي هو الإعلان بيسموه Infeed وذة الممكن 19 النشاط ليست شioxية من بهاتفين دي إعلانات تظهر في جانب الفيتيوهات المقترحة في اليوتيوب فالمشاهد اللي بيشوف الإعلان بيشوف يصنل بتاعته وبيشوف نص الإعلان وممكن يختار النوع يضغط عليه أو ما يضغطش عليه وهو ده النوع الوحيد من الإعلانات المتوفر دلوقتي من خلال لوحة تحكم اليوتيوب من خلال الميزة التجربية ديت الحاجة التانية إن من خلال منصة جوجل آدز أنت خيارات الاستهداف تبقى كبيرة جدا عندك تبقى ممكن تختار زي ما قلت لكم إعلانك يظهر لقناة معينة أو لمشاهدي فيديوهات قناة معينة أو إن الإعلان ممكن يظهر لناس لها اهتمامات في أشياء معينة الناس اللي بتبحث عن كلمات معينة ففي خيارات كتيرة جدا في الاستهداف متاحة عن طريق منص الجوجل الإعلانية غير اللي أنا قلتها دي فيه اهتمامات كتيرة جدا أو استهدافات كتيرة جدا كبيراً مش موجودة في الإعلان اللي بتعمل من خلال لوحة التحكم في النهاية عشان ما أطولش عليكم أنا ركزت على الحاجات الأساسية وإن شاء الله في الأيام اللي جاية والتحديثات القادمة هنشوف الميزة ديت إيه اللي هينزل فيها جديد وإيه الممكن المشاكل اللي تقابلنا وإيه النتائج اللي ممكن نحصل عليها من خلال الإعلانات اللي ممكن تتعامل على الوحة التحكم لما إن شاء الله نشتغل في كذا إعلان ونشوف النتائج بتاعتهم هنزل لكم فيديو جديد بإذن الله يوضح النتائج اللي وصلت لها في الإعلانات عن طريق الميزة الجديدة ديت في نهاية الفيديو أتمنى إن شاء الله الشرح عجبكم ولو لسه ما اشتركتوش في القناة أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات أو الجرس التنبيهات ولو ما عملتش لايك اديني لايك عشان ده دعم قوي جدا لي وإن شاء الله نشوفكم في فيديوهات جديدة وحصرية وشروحات مفيدة ولو عندكم أي تعليقات اكتبوا لي في التعليقات عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي في الأسئلة في التعليقات وإن شاء الله نجاوب عليها في قرب وقت ونشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته